مش بطولة قوية اسمع عنا منتخبات مناسبتية هذه الاشكالية لنتكلم عليها لا لا عندك الحق خالد صح مناسبتية وزيد خالد حتى البطولة تعنا خالد لما البطولة تعنا تشوف بطولة تلعب واسمع 18 صباح بطولة خالد ما فيهاش امكانيات بطولة ما فيه بلا مدربين بلا حكام بلا كذا ان شاء الله اليوم دينا لي منعوا جوار ليكزيستيوا واليوم خالد نقولوها ونعاودوها خالد باش نروحوا الى كأس العالم لازم نديروا اكاديميات كي ما يديروا وقع البلدان شوف المنتخب السنغالي اليوم خالد بحنا احنا بحنا احنا ياب ثلاثة اليوم فاز واسمه بخمسة اليوم مع اول المتاهلين خالد ومش هما مش اقل من 17 سنة المنتخب الاول منتخب التاني كل المنتخبات كلهم كان استراتيجية خالد مش يعيب لو الاتحاد الجزائري لكوت القدم يبعت مصطفى بسكري ولازمه يجلوا ليورحوا يشوفوا وش وش نعطيك معلومة كانت تكلم عليها ريس كرمان قال انه المنتخب السنغال لما الجزائر كانت في 2009 كانت انطلقت في مرحلة التكوين للفئات الشوبانية والاكاديميات 2011 جاوي للجزائر واخذوا تجربة و2012 انطلقوا لكن احنا في 2012 توقفنا يعني احنا عامين 30 سنة توقفنا وهما انطلقوا في الاكاديميات ووسطوا اليوم وين يحصلوا الاخر وخالدوا هذي الاكاديميات هذو خالد احنا احنا على الاقل على الاقل الاكاديميات ونزيدوا حتى في الاندية خالد الاندية الاندية ما كاش دي صندفر ياسين خلينا